بنتكلم ومبارح كنا بنتكلم أحضراتكم والحقيقة كل يوم فيه متابعة مستمرة عندنا لما يحدث من استعدادات في شرم الشيخ مدينة السلام لاستقبال كوب 27 الناس مهتمة تعرف التحولات اللي حصلت في المدينة التحول اللي حصل فيها إيه إزاي بنثبت أو بنقدم نموذج لمدينة متكملة لها علاقة مباشرة بالتحول الأخضر والجمال الطبيعي وفكرة الاتجاه أكثر إلى الزراعة وطبعا التكنولوجيا بقى وخدمات الإنترنت وكل حاجة من شأنها أنها بإذن الله توفر لكل الزوار المشتركين في كوب 27 اللي حينورونا بإذن الله في شرم الشيخ توفر لهم يعني إقامة أفضل وأجمل وأسعد زميلنا كريم رجب مراسل أكسترا نيوز اللي موجود على الهواء مباشرة في شرم الشيخ بصبح عليك يا كريم وتاني مرة قابلك في يومين على طول وراء بعض قلنا كده من مبارح للنهاردة إيه الجديد عندك في شرم الشيخ واستعدادات شرم الشيخ لاستقبال مؤتمر المناخ كوب 27 صباح الخير منا يعني دلوقتي إحنا في مدينة شرم الشيخ البعض كان يتحدث عن التجهزات والترتيبات وكل هذه الأمور تم تجهزها وتم ترتبها على أكمل وجه لكن يتبقى جزء آخر ومتعلق بزيادة الوعي وزيادة الوعي ده كان مرتكز على مجموعة من المحاور أبرز هذه المحاور زيادة الوعي لدى العاملين في الفنادق التي ستستضيف الوفود المشاركة في قمة المناخ والحديث هنا عن حوالي 126 فندق و64 ألف غرفة فندقية ستستضيف الوفود المشاركة جميع العاملين في هذه الفنادق يتم تدريبهم حتى هذه اللحظة على كيفية التعامل والتحول للأخضر واستخدام المواد الصديقة للبيئة ومدى ملأمة هذه الفنادق للعلامة الخضراء وعايز أقولك أن في حوالي 132 فندق في مدينة شرم الشيخ حصلوا على العلامة الخضراء وأصبحوا الآن من الفنادق الصديقة للبيئة في إطار تحول مدينة شرم الشيخ إلى مدينة خضراء كل هذه الترتيبات تقوم هنا على قدم وصاق وهناك مدربين متخصصين في هذا الإطار يقومون بتدريب العاملين في الفنادق على مثل هذه الأمور جانب آخر كان يتعلق بالشباب وكنت منذ لحظات كنت تتحدثين عن دور الشباب والمقترحات الخاصة بهم في هذه اللحظات يتم وضع الرطوش الأخيرة على ساحة التظاهرات التي توجد في منطقة قريبة جدا ومتخمة للمنطقة الخضراء التي ستصدق في جانب من فعليات قمة المناخ وهذه الساحة هي ساحة التظاهرات سيتم فيها أو ستجمع الشباب المشارك في هذه القمة بالإضافة إلى بعض المشاركة والفاعلين وأهمية هذه الساحة هو إبراز المطالب والنداءات الخاصة بالشباب والدول المختلفة للقادة والساسة في الجانب الآخر في المنطقة الزرقاء حتى يقوموا بالوفاء بعهودهم والالتزام بما عهدوا على أنفسهم ودفع التمويل اللازم الناتجة عن قمة المناخ في 2015 في باريس واللي كان بيصل لمئة مليار دولار من أجل مواجهة الأثار الضر للتغيرات المناخية والتكيف مع هذه التغيرات نعم زي منا كريم رجب مراسل أكسترا نيوز من شرم الشيخ جزيل الشكر لهذه الصورة الوافية التي وضعتنا إليها وإحنا كل شوية الحقيقة ناخد معك اتصالات مباشرة على الهواء نعرف منك الجديد أول بأول وحديثك عن الشباب كمان الحقيقة حديث مهم جدا